وهرجع تاني للنقطة صفر الموقف التاريخي بتاع حسين الشحات والتجاوز التاريخي لحسين الشحات مع الشيبي اللي كلنا رفضناه وبالمناسبة رفضنا العقوبة القليلة اللي خدها حسين الشحات اللي موجودة في اللايحة اللي لان ده وفقت عليها اللايحة اللي فيها عوار كبير جد كلنا رفضنا ده بس بعد ما حصل ده وحسين الشحات راح اعتذر لللاعب لو تفتكروا المشاهد وكان فيه ناس مسؤولة في نادي بيرامدز قالوا للشيبي خلاص نوقف الوضع عند هذا الحد وكان بعدها لجنة المسابقات اديت حكوبة كبيرة وخلصنا وخلصنا للشيبي خرج او دخل المبارا ما يسلمش على اللاعب ولو هو مطرود يبقى عايز يتخاني مع كل الدنيا وبالمناسبة دي تحية كبيرة جدا للعيبة النادي الاهلي كلهم ولعيبة نادي بيرامدز كلهم انه كانوا بيلموا الموضوع الموضوع ده العادي بتاعه كانوا كله دقدق بعضه بصلاة اعتذر من الاخر يعني بس دي ناس مسؤولة لعيبة رجالة لم الموضوع لموا الموضوع واللقطة دي اللقطة دي حلوة حلاوة عظيمة بشكل لقطة في داقي في داقي وهو في داقي لقطة وسامة أبو علي الراجل وقف حط ضهره وسط او حاوت حسين الشحات عشان لحسين يقوم ولا حد يجي يحتك بيه في داقي في داقي جملة وتفصيلا اسما وصفة وموطن لقطة تاريخية من وسامة أبو علي وخالد عبد الفتاح مسؤولة بعد كده ريدا سليم دخل والتدخل في الأمر والموضوع خلص والموضوع خلص اقولك حاجة غريبة جدا هتستغربها انا بشوف واحد زي الشيبي دا ضحية منظومة فيها كثير من العوار على مستوى المسابقات واللواح وإدالة الأندية وكل شيء هو اللي وصل الشيبي لهذه المرحلة مش بدي له عزر طبعا طبعا ما بدي لهش عزر أخطأ خطأ جسيم جسيم ضد فرقته لما لعبه منقصين قبل كمان طرد خالد عبد الفتاح وضد المنافس انه عمل فعل خارج تماما عن الروح الرياضية بس ايه اللي خلاه نازل المباراة دي مش مركز ايه اللي خلاه نازل المباراة دي مش مركز طيب واللقطة طبعا بتاعت التشارت دي اه حد قالك حد قالك الشيبي كان بيرفع الخمستاشر فوز متتالي للنادي طبعا بيهزروا يعني على السوشال مادية بس طبعا مش كده بس ليه وبترفع لي مين ما ما فيش جمهور أصلا اذا كان الجمهور اللي انت بترفع له التشارت ده كان بيشجع بيشجع لها بس برضو تاني هو ضحية وضع قائم يعني في رأيه اشتركوا في القناة